اسرائيل بتستكمل العملية اللي بدأتها الصبح ألا وهي عملية محدودة طب هتيجي تقول لي يعني هل ممكن الموضوع يزيد أكتر من كده أقول لك ما كانوش قالوا بالزبط كده ما كانوش قالوا إحنا هنبعط وفد للمفاوضة أو وفد المفاوضين بتاعهم يصل إلى القاهراء يعني في أقرب وقت يبقى طالما في وفد جاي للتفاوض يبقى ما فيش اجتياح حلو كده طيب لكن اللي بيحصل إيه هو بيحصل استكمال للعملية اللي بدأت إمتى بدأت النهاردة الصبح أنا بيقول لك ده لأنه لازم تبقى عارف كويس جدا اللي بيحصل وتبقى شايف وفاهم وسامع من فين من الإعلام بتاع جمهورية مصر العربية ليه لأنه مصر هي الطرف المعني الرئيسي والأكبر والأهم في هذه العملية التفاوضية والضغوط اللي بتتم على كافة الأطراف ده من ناحية من ناحية أخرى ويمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه حالاً أو كنت بكلم فيه حالاً معه أو قبل شوية مع الدكتور محمد الباز أنا النهاردة عندي القناة بتاعتي قناة الإخبارية بتاعتي اللي بتنقل رؤية مصر لما يحدث اللي بتنقل العين المصرية لما يحدث ما تراه العين المصرية ما تقوم به مصر يعني زي ولكن الناراتف المصري لأنه إحنا عشنا لسنين طويلة جداً عايشين على للأسف الشديد نتلقى الناراتف بتاع الوكالة الفلانية والقناة الترتانية والشبكة العلانية وكلهم هم مش مصريين نهاردة عندي القاهرة الإخبارية عندي قناة إخبارية كبيرة تغطي الإقليم بالكامل قادرة على تغطية أي حدث عالمي وشفنا بعنين ما حدث من القاهرة أو قدرات قناة القاهرة من يوم 7 أكتوبر والحد دلوقتي مرسلين على الأرض تغطيات مستمرة نقل للرؤية المصرية نقل للواقع فيما يحدث أو الواقع الفلسطيني جوه قطاع غزة كيفما يجب أن يكون النقل حلو؟ طيب فأنا عندي القناة بتاعتي قناة القاهرة بتنقل رؤيتي بتقول النيراتيف أو الخطاب الإعلامي بتاعي وهنا أقدر أقول لك أنه الدور اللي تلعب من قناة القاهرة أو قدرات قناة القاهرة قدراتي الإعلامية كجمهورية مصر العربية أصبحت أمام العالم ليه؟ لأنه هو مين اللي نقل للعالم ما يحدث مين اللي نقل للعالم ما يحدث مين اللي نقل للعالم هذه المذابح التي تحدث على الأراضي الفلسطينية مين اللي نقل العالم كل ما يتم من ضغوط كل ما يتم من وقائع كل ما قناتي طيب لو ما كنتش موجودة كنا هناخد من الشبكة دي ومن القناة دي ومن الوكالة دي وهكذا طيب مهم انك انت تبقى فاهم اللي بيحصل